موسيقى سئل حكيم ممن تعلمت الحكمة قال من الرجل الضرير قيل لماذا؟ قال لأنه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريقة بعصى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في جولة جديدة في صحتك نعمة ومعنا في لقاء اليوم الدكتور لقمان الحكيم دكتور الكيمياء العضوية قسم الأدوية الطبيعية وخبير الأعشاب والتركيبات الطبية برحب بك دكتور لقمان شرف اللقاء دائما طبعا من النادر أن يستضاف أستاذ في الارجانيك كيميستري أو الكيمياء العضوية وهو ده الملف الحقيقي في كلية العلوم المنوط له الموضوع المتعلق بالأشياء المتعلقة بالفرما كوكنيزي أو النباتات الطبية أو التركيبات الطبية بعد برحب أن الكيمياء العضوية هي أحد العلوم الرائدة في هذا المجال إذن عندما نكون مع ضيف دكتور في هذا التخصص فنحن بصدد حلقة أو موضوع له من الأهمية أو له من السياغة الفكرية والعلمية التي تؤدي إلى نتائج طيبة إن شاء الله برحب بك دكتور مرة تانية طيب النهاردة موضوع الحلقة هو حديث مع الدكتور لقمان حول التركيبات الطبعية ولكن كانت في الفترة الماضية كان في بعض الأشياء الدكتور بس في لمحة عايزة تكلم عنها سريعاً في بعض الناس كانت تترقت لبعض الأشياء الخاصة بيك فعايزة يقول عنها كلمة تفضل يا دكتور السلام عليكم عليكم السلام عليكم الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائماً لما نقول بعد التبرأ أنا أحزن بصراحة لما أتبرأ عن منتجاتي المطروحة في الأسواق يراودني الحزن لأن تطرح منتج ثم هذا المنتج يستغل من الغير ولأجل أطماع مادية أنا أقول المنتجات المطروحة في الأسواق أغلبها في الوقت الحاضر هي ليس للدكتور لقمان وليس لي بها علاقة لا من قريب ولا من بعيد إلا طبعاً أستثني بعض المنتجات التي في حوزة أو في اليد الأمينة بعض المنتجات التي تكون في يعني عند الأخوة اللي هم أصلاً مكلاء حقيقيين من أين للمشاهد التعرف على الأيد الأمينة طيب نعم نحن هنا بنتحرر الصدق معك طيب نحرر بنتحرر الصدق أنا أقول الأرقام التي تظهر على الشاشة شاشة التلفزيون في الوقت الحاضر فهذه المنتجات بإذن الله تعالى آمنة أو هذه المنتجات التي أو هؤلاء الناس الذين بحوزتهم هذه المنتجات إن شاء الله يد أمينة لأن في السابق حقيقة الأمر كثير من تبنى المنتجات الطبيعية للدكتور لقمان الحكيم وبدأت يعني بدأ البيع يعج بالأسواق وأنا والله بري وناس كثير تتصل جبنا منتجك يا دكتور والموضوع واحد اثنين ثلاثة أولهم الله هذا ليس لي فأنا أقول بالوقت الحاضر نحن بدأنا من جديد وكأنما الأرقام القديمة خلاص ألغيت في الوقت الحاضر عندنا أرقام جديدة وهي ما تظهر الآن على الشاشة هذه الأرقام هي التي ستعتمد وهي التي سيطلب منها المنتج تحديدا وأي منتجات أخرى في الأسواق أنا منها برقة سنعود ونؤكد على هذه المعلومة بشكل إعلامي ولكن نأخذ الأول إمامنا الأقصر السلام عليكم إيمان عليكم السلام عليك يا دكتور أنا نفضل يا إيمان أنا كده عندي دمور عضلات عندك إيه؟ دمور عضلات دمور في العضلات أيها طيب أنت يعني عايزة تسأل الدكتور لقمان إيه اللي تخديق أو تعمليه ولا عندك استفسار معين؟ مقعدة ولا بتمشي؟ أنت قاعدة ولا بتمشي؟ لا الأول كان في حركة في الوقت يبس على بسيط آه في إيه؟ يعني الحالة بتتأخر في حالة تتأخر أيها في ضعف للعضلات يعني باين يعني العضلة نفسها خلاص بين العضل ولا العضلة ما زالت موجودة؟ لا من عند الكوع من عند الكوع أيها عام يعني دمور عام؟ أيها طيب أعصاب نصحك بحاجة وقال لك حاجة؟ أيها رحت له قال لك إيه طيب؟ قال لي خذي في حاجة مع العنبر آه في حاجة مع العنبر بس العنبر دمي للبر بيجي بالجرام آه وقال لي جيدا لو خذتي واستمرت عليها جيدني حاجة معاك طيب شكرا لك إيمان من الأخصر الرسالة وصلت شكرا لك إيمان دكتور عيس تعلق على هذه الحرب طبعا ضمور العضلات من الأمراض المزمنة التي عجز عنها الطلب الحديث ولا علاج لها البتة في الوقت الحاضر أمراض منعية المحافظة على العضلة وعلى شكل العضلة من خلال التدليق إذا كان المريض يستطيع الحركة فعليه أن يقوم بحركات رياضية ما يستطيع على قدر ما يستطيع فإن عجز المريض مثل أختنا هذه تقول خلاص أقعدت بالوقت الحاضر ولا تستطيع الحركة فعلى ذويها أو من ينوب عنها في تدليق ما لا يقل عن نصف ساعة يوميا طيب إذا كانوا ولا بد فربع ساعة ولكن دائما هؤلاء يحتاجون إلى المساعدة تدليق طبعا زيت العنبر أو العنبر الخام التي تكلمت عنه هو فعلا غالي الثمن اللهم يعينهم عليه ما تأخذش طبعا قرام كل يوم قرام أنا لا أدري هذا القرام يأخذ عن طريق الفم ولا يحل بالزيت ثم يستخدم كدهان إذا كان قرام يأخذ عن طريق الفم وستمرت عليها تموت ما ينفعش تأخذ قرام يا أختنا بالنسبة للعنبر ولكن العنبر يأخذ بقدر رأس حبة الكبريت شايف رأس الكبريت على هذه الشاكلة يعني يأخذ بشكل بسيط جدا فهو منشط هرموني ممتاز وأيضا التدليق لا يكون بزيت العنبر أنا لا أنصح طبعا بالتدليق بزيت العنبر لأنه غالي الثمن وبعدين الحل بتاعه صعب جدا ولكن أنصح بالتدليق بزيت العرعر العرعر هنجيب حلق حب العرعر يا أختنا هتجيب حب العرعر من السوق وتخليه في زيت الزيتون ترقليه في زيت الزيتون بعد ما تطحنيه والسي بي 15 يوم الدف فيه كويس ويا ريت تخليه بالفرن كل يوم ساعة واحدة أو في حمام مائي ساعة واحدة كل يوم لمنذ 15 يوم يرج ثم تستخدميه كدهان وإحنا لحد دلوقتي بصراحة التجارب قائمة تحت الدراسة تحت الدراسة زيت العرعر بقى بيجي بزور ولا زيت ولا بيجي بزور وتعسر هو فيه عند العطارين زيوت عرعر ولكن اسمه عرعر هو زيت الآ هناخد العرعر الحب حبوب العرعر نطحنها يرقد في زيت الزيتون طبعا واحد إلى أربعة واحد عرعر مثل يفترض ربع كيلو عرعر وكيلو وكيلو زيت زيتون كل ده يؤضع مع بعضه ويعني في علبة قاتمة لا يوجد قاتمة تلفها أي شيء أسود ويرج كل يوم وكل يوم تخليه ساعة واحدة في مية سخنة ساعة واحدة في مية سخنة وترجه وخمسة عشر يوم تستخدمه بعد ذلك الدهان حتى نحافظ على شكل العذر العذر عفوا من الخارج وبعدين الحالة بدل ما تضمر في شهر أو في سنة إن شاء الله تأخذ وقت أطول بإذن الله طيب معنا مروان اتفضل يا براوات مرحبا السلام عليكم والله دكتور أنا يعني أنا عايز أخس وبعدين عايز حاجة يعني تقفل الشهية أو زي ما يقولوك يا بالبلد هي تسد نفس وبعدين فيه أعشاب في السوق يعني أنا بخفم الأعشاب ليه يعني الأعشاب تلفيه تجربة مع واحد صديق يعني خسسته قاعد يخس يخس لغاية ايه يعني متوفى وجاره ضعف عام طيب في عندك مشكلة في القولون لا الحمدل في الهرمونات لا الحمدل لك طب انت وزنك كم كيلو أنا وزن 81 وطولك طولي 160 160 يعني انت ما عندك ما عندكش سمنة كتيرة يعني لا خلينا نعرف السمنة فين في البطن في البطن انت عندك المشكلة في البطن يعني أيوة طيب في استفسار تاني يا سيد مروان أو الحرق يعني الحرق ضعيف الحرق ضعيف حاضر مشكلة في الغد الدرقية ما فيش لا لا ما فيش طيب طيب شكرا لك مروان ما زلنا معكم مشاهدينا في برنامجنا صحتك نعمة مع الدكتور لقمان الحكيم دكتور الكيمياء العضوية قسم العدوية الطبيعية وخبير العشابة تركبات طبية والحديث حول المنتجات الطبية الطبيعية طيب بالنسبة لي مروان الأخ مروان يعاني من سمنم نقول مش قوية أوي ولا ولكن أغلب الناس عندها سمنم موضعية ايوة وبيخطأوا في مسألة الرجيم بيحرم نفسه من الأكل يحرم نفسه من الأكل يعني معناها إنه سيزداد وزنه بس هو مش عارف القصة دي نعم والجسم يبدأ يحرم المهم من الدهون نعم داخل جسمه نقول إذا ما أردت أن تخس عليك ببرنامج بسيط أنت بس متأكل شي الأكل العشوائي متأكل شي وتنام دائما نحن بنكرر الكلام بنقول الأكل والنوم يؤدي إلى مشكلة صحية وخيمة وكبيرة جدا تمام ولربما يؤدي إلى القلون المزمن ولربما يؤدي إلى السمنة المفرطة ويؤدي إلى أمراض خطيرة لا يعلمها إلا الله تاكل وتنام دي ارفضها المفروض خلاص ما عاد شي نفكر فيها ده كان زمان نحن نقول قبل ظهور العلم قبل وصول العلم إلى الناس نعم كل واحد دلوقتي بيته علم تمام بغطة زر يوصل إلى العلم ولكن نقول بالوقت الحاضر الأكل والنوم ده المفروض أن يلغى خلاص ويركن تمام في سلة المهملات في اليابان أعتقد وجبة العشو تكون الساعة خمسة المغرب معدها ما حانش بيقل خلص طيب احنا مش عامسة لغاية لما احنا بعدين ماشي عايزين نوصلهم للفرصة ناشر واحدة واثنين ونديش شغاله وبناكل يعني طيب أستأذنك ناخد أميرة من القاهرة طيب أميرة السلام عليكم أميرة أميرة السلام عليكم معلكم السلام تفضلي أميرة أه تفضلي أميرة دكتور الوقت علي مشكلة في زيادة الوزن في زيادة الوزن في الجسم كله أيوة وزني 54 وطول 100 صلعين في تكييسات لا تليف المبيض ما فيش لا 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 بس أنت معلش أنا آسف حسب المعدة البادي ماس انديكس اللي هو معدل كتلة الجسم اللي احنا بنحسبها والأطباء علي مهنة انت كده عندك نحافة مش عندك سمنة أيوة نحافة أوه اه مش مش انت عندك النحافة 54 و50 كيلو وطولك 170 مفروض يكون طولك وزنك 69 كيلو مظبوط يا دكتور اه هي عايزة تزيد اه انت عايزة تزيدي طيب حاجة تانية أميرة شكرا شكرا لك أميرة الدكتور هيجيب حضرتك نشوف مروان الأول شوف مروان الأول مروان لابد من تدليك الأماكن المترحلة بما يلي اه هاته كريم عادي كريم بست من الصيدلية وتقلبه من أي مكان وتخلط معها ملعقة زنجبيل لربما نقول زيت الزنجبيل ويطلع زينجبيل مش هو مش الأصلي هنأخذ زنجبيل زنجبيل بودرة نطحن الزنجبيل بودرة وننخله ونخلطه معه 100 غرام ونأخذ ملعقة صغيرة قرنفل أيضا تطحن وتقلب جيدا ويا ريث لو في زيت النعناع إن وجد فذلك خير فإن لم يوجد زيت النعناع فما فيش مشكلة نكتفي بالقرنفل والزنجبيل ويعمل حركات دائرية على الأماكن المترحلة ما لا يقل عن 10 دقائق عاكس عقارب الساعة ومع عقارب الساعة التدليج يكون كالآتي يسخن الأول شوية يسخن وهكذا يفضل مثلا تقريبا خمس دقائق إلى سبع دقائق وبعدين هكذا ده علشان نفتت الدهون ده تحت الجلد لأن ما بتتفتتش بسهولة والدهون اللي هي دهون البطن بصراحة أزعج وأصعب دهون في التصريف لا دون الساعة آه عايزين نصرفها فلما نقل نصرفها لازم نصرفها بحكمة لابد من التدليج ولابد من الرياضة إن استطاع فإن لم يستطع الرياضة فيأخذ التدليج صباحا ومساعد إن استطاع الرياضة يعني تمرين بطن يأخذ خمسين تمرين الصبح والتدليج يكون بالليل فإن لم يستطع التدليج بقى الصبح وبالليل ويأخذ مشروب مرمرية وزنجبيل ونعنع مشروب مقادر متساوية تخلط مقادر متساوية تأخذ منهم ملعقة على شكل نقيع أو تشرب مرتين في اليوم قبل الأكل بنصف ساعة أو ثلاث مرات في اليوم قبل الأكل بنصف ساعة مع التدليق إن شاء الله بإذن الله سيحصل على نتيجة طيبة أما أختنا السائلة التي تريد أن يزيد الوزن حب العزيز وما أكثر حب العزيز حب العزيز أيوة ما يسمى حب الزلم في بعض البلدان حب العزيز رائع جدا للتسمين ممكن تكون هي استخدمة حب العزيز ولكن بطريقة غير صحيحة نحن الآن سنستخدم الطريقة المثالية لحب العزيز حب العزيز يطحن وينقع في ماء لمدة يوم كامل 24 ساعة دعنا نقول 24 ساعة يأخذ هذا الماء يحلى بالعسل إن كان العسل الأبيض أو العسل الأسود ولكن العسل الأسود أجود في زيارة الوزن يحلى بالعسل الأسود ويشرب ثلاث مرات في اليوم كوب الصبح وكوب الليل وكوب الظهر بإذن الله تعالى فترة بسيطة ستجد الوزن بإذن الله تعالى يعني الطحن وتحط في مية في مية مية عادية آه مية عادية يعني نقية على البارد يعني كوب من حب العزيز آه مع لتر مية فلنفترف لتر من الماء أو أقل من اللتر خلينا نقول ثلاثة أكواب من الماء نعم ينقع من المساء حتى الصباح نعم وبعدين الصبح تقلبه كويس نعم وتسيبه وبعدين تصفيه وتبدي تستخدمه في اليوم الثاني نعم تاخد كوباية الصبح كوباية الظهر وكوباية بإذن الله مرة واحدة وتحليب العسل وكوباية الظهر بالليل لا لا تستمر عليه طبعا تستمر عليه تمام حتى تصل إلى الوزن المطلوب إن شاء الله طيب لو كان بقى أنت قلت يضاف العسل أسود مريض السكر في هذه المسألة لا ما يضيفش لو في مريض سكر ملعقة صغيرة من العسل الأبيض لا نستخدم طبعا العسل الأسود في هذه المرحلة ملعقة صغيرة من العسل الأبيض وخلص مرضى القلب لا لا يضر لا يضر عشان بس اللي بتابعنا ناس عندها أمراض مناعية سكر وضغط والضغط برضو نفس الحجاب إذن ما فيش مشاكل وديها حكلها وصفات طبيعية ممكن جدا تفيد لكن خلونا بقى نعود لموضوع الحلقة وهو في حاجة ينفرد بها الدكتور لقمان الحكيم وهي زيوت الشفاء ما هي زيوت الشفاء وماذا تفعل زيوت الشفاء طبعا تكلمنا عنها كثير وفي حلقات كثيرة جدا وشرحنا عنها الكثير وبمفردي لوحدي وفي معايا ضيوف فزيوت الشفاء أخذت حقها في الشرح ولكن والظاهر والله تعالى أعلم نحن نريد أن نوصل العلم بالعافية ينفع نتفضل ينفع نقول دائما أنا أقول حرام عليك يلي بتعمل قسطرة طالما فيه أمور متاحة بديل القسطرة أنت بما تعملش قلب مفتوح فيه بدائل للقلب المفتوح وهي أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى إلا إذا ما وصلت الحالة إلى الخطر الشديد يعني لو مريض قلبي راح وخلاص جات له أزمة قلبية وكانت نسبة السلد 80-70% وخلاص المسألة بالنسبة لأخذ نفسه ولازم في الحالة دي يتعمل أسطرة ويتعمل دعمات أو حسب التشخيص قلب مفتوح إذا كان ولابد والموضوع متأزم جدا وسيصل هذا المريض أو يقول به هذا المرض إلى درجة الوفاة الوفاة بالضبط انتهت القضية هو وصل نفسه إلى مرحلة خطيرة هو على فكرة إذن القسطرة لابد منها مرض القلب يا دكتور يا دكتور لقمان هم بيوصلش نفسه لأن أنت عارف ده اسمه القتل الصامت اللي بيحدث أنه بيحصل ضيقة في الشرعين التاجية نتيجة نسبة الكوليسترول لما بتعلى فبالتالي ما بيحصلش أي ألم إلا ما بتيجي الأزمة على غفلة ممكن ما يكملش خطوطينه بقع هذا صحيح فمش بيوصل نفسه بس عشان الكلام يتصحح هو مش بيوصل نفسه هو بيوصل نفسه من ناحية إيه ومعنده الثقافة بقى وتوعية طبية الزي هو متابع مع دكتور من سنة أو سنتين أو ثلاثة وبياخد الكوليسترول والدهون الثلاثية وياخد كل حاجة بس شوف الأكل اللي هو بيأكله من غير مراعاة وبعدين ويفكر بقى خلاص تعب من الأدوية يروح يعمل دعامة تمام أنا أقول إذا كان في سعة من المجال يعني عندك وقت زايد وفي عندك وقت ممكن أنت تعيش فيه وإن شاء الله يا ربنا يكتب العمر للمديد نعم إذا كان ولابد من الدعامة وفي وقت عندنا شهر أو اثنين والله العظيم تحل المسألة يعني مثلا لو واحد قال له لو الدكتور قال للمريض إحنا نعمل دعامات بس مثلا قدامنا شهر أو شهرين هنا الدكتور لقمان بيقول هذه فرصة إن هذا الوقت فرصة لاستخدام الزيوت الطبعية في زيوت الشفاء زيوت الشفاء قصدي فيتم الاستغناء أو ما وصلش مراحة الأسطرة ده كلام جميل مش وحش لكن هل ده حقيقي؟ والله يجرب على مئات الأشخاص طيب الأشخاص بقى أفردنا حلقات طبعا نعم أفردنا حلقات وجبنا قدام الشاشة ناس ربنا أكرمهم وشفاهم طيب والموضوع مش موضوع تجارة يعني علشان بس ما حدش يفكر أن الموضوع الحمد لله مستور ولله الحمد والمن ولكن الموضوع موضوع خدمة نعم يا أخي أنت مش هتدعي لحد ينقذك من مشكلة خطيرة أو تقول بك إلى أن تزرع الدعامة طيب أنت زرعت الدعامة هذه السنة هل تستمر هذه الدعامة مفتوحة؟ سنة سنتين ثلاثة أربعة والآخر أن الدعامة دي ستغلق تغلق من الدهون ترسبات الـ NND جسم غريب في جسمك نعم هو ضمن جسمك الحقيقي فستغلق هذه الدعامة مرة أخرى طيب إذا ما أغلقت ولكن بعض أطباء القلب دكتور أرمان بيقولوا والكثير منهم أن الدعامة في غضون ستة شهور ترام أنها نكحت بتسير جزء من الشريان التاجي تمام وأنسجة الشريان بتبني عليها فبتصبح جزء من شريان التاجي لو هذا الكلام حسن الدعامات الدوائية لو هذا الكلام يعني له من الحقيقة ما نسمع محدش فتح عمل قلب مفتوح لأن بعد سنتين وثلاثة أو أربعة لما الدعامة تروح نعمل قلب مفتوح عشان نطلع الدعامة لأن مش هنعرف نقصطرها ولا هنعرف نمدلها سلك عشان نقصطرها تمام هي مش شريان نعم مش هتتمد معنا طب عشان نسل لوقتي ناس كتير جدا مركبة دعامات في القلب وكده وأكيد الكلام ده خوفهم هل من الممكن استخدام زيوت الشفاء دي بالنسبة لهم تجعل المسألة كويسة ولا هو خلاص ويع في الخي نقول إن شاء الله ما لم تسد هذه الدعامة لم تصل إلى درجة أنها تأفلت لا نأخذ حاجات طبيعية بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أقول لك أنت مش عايز تأخذ دلوقتي زيوت وانت ركبت دعامة وانت تحصل على زيوت منين لو أنت في اليمن هتقبل زيوت منين أنا أقول عليك بكوب بعصير ليمون بعد الأكل مباشرة أو بعد الأكل بنصف ساعة نعم كوب من عصير ليمون وعليك بفصين من التوم فصين من التوم تخرمه كذا بالسكينة وقبل النوم في كوباية مية دافية عليها عصير ليمونة أو أشرب بفضل الله مش هتقفل الدعامة عندك نعم تمام احتياط حتى لا نصل إلى درجة الخطر وبعدين نفضل نعاني ولربه ما تصل بين المرحلة إلى أفهم ذلك طيب يعني دينا سيحة أنت بتقولها أن مريض القلب أو اللي عامل دعامات أنه هو يستخدم دائما كوب عصير ليمون بعد الأكل بنصف ساعة بعد الأكل بنصف ساعة بالليل يا حبة ذا ولا بالنهار يا حبة ذا لو مرتين في اليوم مرتين في اليوم أو ثلاث مرت في اليوم مثلا أها مش مشكلة مش هتضر عصير ليمون مع فصين توم نعم الفصين توم دول بالليل بالليل كوباية مية دافية عصير ليمونة والتوم ده ينقره كده في رأس السكين يحطه في بقه ويشرب عليه هذا العصير الرائع الذي بإذن الله تعالى سيحمي هذه الدعامة وسيحمي الشرايين التي لربوما توم يعني هو ممكن يقطع فصين التوم كده ويبلعهم هو إحنا لو خرمناهم أفضل ليه إيه الفرق من تخربهم وإن تقطعهم هو علشان بس في بعض الأحيان بعض الناس عندهم تحسس من التوم أول ما يلامس التوم المعدة بيقولك لسعني لأ فخلاص إحنا نتجنب هذه المشكلة وسيعطي بإذن الله تعالى نفس النتيجة ونفس الفعل طيب ده ده وصفة طبيعية بالنسبة للموضوع لكن زيوت الشفاء نفسها نحن برضو ما كلمناش عنها زيوت الشفاء لها يعني من الحقيقة التي أصبحت عندي وعند من استخدمها حقيقة علمية زيوت الشفاء لها دور كبير في فتح الشرايين مهما كانت بفضل حتى لو وصلت 90% تماماً زيوت الشفاء لها تأثير فعلي في تقليص التليف حتى إزالته تماماً تليفات الكبد تماماً ولها تأثير فعلي لتليفات الرحم من غير رفع الرحم ما لم يصل الموضوع عشان أنا برضو أأكد الموضوع وأأكد المعلومة ما لم يصل الموضوع إلى النزيف الشديد الذي يؤدي في الآخر إلى حياة المريضة لا إذا لم يصل الموضوع إلى نزيف شديد هذه الزيوت ستزيل التليفات بشكل تام بفضل الله ولكن مع الوقت ممكن نأخذ 6 شهور ممكن نأخذ 8 شهور أفضل عند المرأة من رفع الرحم خاصة إذا كانت تريد إنجاب نعم هذه الزيوت لها تأثير فعلي بفضل الله سبحانه وتعالى على لخبطة الهرمونات لو فيه هرمونات مثل لخبطة وخاصة الغدة الدرقية الغدة الدرقية إن كانت كسلانة وإن كانت نشطة هذه الزيوت تعيد الغدة إلى عملها الطبيعي ويستغني المريض عن كل الأدوية التي كان يتناولها فيما سبق فلها حقيقة حقيقة الأمر يعني أدهشتنا هذه الزيوت أدهشتنا فمن استطاع أن يأخذها ويجرب في بعض الأحيان واحد يقول لك أنا لسه أجرب أو هخسر فلوس لا والله أنا يعني سأجزم بفضل الله وأساعد في هذه المسألة من لم ينتفع من هذه الزيوت أنا مستعد أن أساعد بما أنفق نعم زيوت الشفاء دي بيبقى لها مسمى معين مثلا مسمى تقري أو مسمى علمي ولا هي يطلق عليها زيوت الشفاء هو يطلق عليها زيوت الشفاء نعم 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 معرضناها شو اليوم خوفا من أن تستغل نعم تستغل العلبة موجودة معايف العربية نعم خوفا من أن تستغل العلبة و نعم عايزين نظهرها بالوقت الحاضر نعم إن شاء الله بإذن الله في شكلها الجديد لكن هي تفيد أوي أوي موضوع توسيع الشرايين وتنظيف الشرايين محدش هيعمل دعامة لو استخدمها لو استخدمها والله واللي عمل دعامة واستخدمها تفيده أكثر هتفيده ولكن مش زي اللي ما عملش دعامة طبعا ما عملش دعامة ولسه هيعمل دعامة الطبيب حدد له إنه هيعمل دعامة أنا أقول له وتعملش دعامة وإن شاء الله بإذن الله ستكون خير تفتح لك الشرايين إن كانت 90% 70% 8% عندك شريان مقفول أربعة أكثر من ذلك بإذن الله ستحل مشكلة الشرايين تماماً وعلى وجه الأطلاق وخلال فترة بسيطة من الشهر الأول يحس بالنتيجة العجيبة وأعتقد من يتابعنا بالوقت الحاضر وهو استخدم زيوت الشفاء إن شاء الله سيتصل ويؤكد هذا الكلام طيب ده فيما يتعلق بزيوت الشفاء يتكلم معنا الدكتور لقمان الحكيم وطبعاً قلت أن الدكتور لقمان الحكيم هو دكتور الكمياء العضوية وتحديداً قسم الأضوية الطبيعية لا تخصص يعني تخصص فيه كلية العلوم وهو درس هاسس تخصص لذلك يتكلم عن هوية علمية وهذا هو الفارق ما بين من يتكلم عن هوية علمية ومن يتكلم بالخبرة أو التجربة وما شبه ذلك طيب برضو من ضمن الحاجات النهاردة احنا بنقول حديث مع الدكتور لقمان حول التركيبات الطبية برضو أيضاً الدكتور لقمان كلمنا عن حاجة اسمها كريم لحماية الشعر من الصبغات الصناعية كتير جداً طبعاً الناس بشعرها ببيض ستات وريال فبتصبغ شعرها بصبغات صناعية علشان بعض الناس ده بيعتبر لهم تعيشوا مش عايز يبال انه كبير او كلام ده كله او من حقه يعني هو حر فبيقول ان الصبغات الصناعية ده ممكن تعمل مشاكل وفي هناك كريم يستخدم قبل هذه المسألة او بعد ما عرفش الفضل لدكتور الله يبارك لك طبعاً الكريم ده محدش امتجه ولله الحمد قبلي ولا فخر انا مش موضوع اني اتكلم في منتوج محدش ما سبقنيش حد في امتاجه ولكن هو يعتبر من نوعه الاول على مستوى العالم كريم ما قبل الصبغات انت خلاص ابتليت بصبغ الشعر وابن ابتلاك في الشعر الابيض فانت بتصبغ كل يومين كل ثلاثة كل خمسة كل اسبوع والستات طبعاً بتستخدم الصبغات بشكل كبير وكثير حتى من غير ظهور الشعر الابيض نعم هذه الكريمات مجرد ان تدهن طبقة خفيفة على الشعر وتضع الصبغة المعتادة اللي انت تستخدمها من البديهي ومن الطبيعي بعد الصبغة الصناعية جفاف الشعر الشعر تبدو جاف شاحي باللون الا لما نبتل بقى نحط كريمات ونحط علشان يظهر الشعر على لونه الحقيقي او الطبيعي نحاول ان نوصله الى ذلك هذا الكريم له ميزة انه بعد الصبغة بعد غسل الشعر بالماء العادي ستظهر الشعر بشكل لامع هذا ما سيدهشك واحد اثنين الشعر تبقى طرية اطرة مما كانت عليه قبل الصبغة جميل ثلاثة انه يحافظ على البصيلة من التلف حتى لا يكون هناك سقوط من جراء الصبغات تمام اربعة يستخدم ككريم حمام بعد الاغتسال يعني حتى ممكن الاستغلال نستغل هذا الكريم بعد الحمام انه يدهل لمدة دقيقتين او ثلاث دقائق بعد الحمام بعد غسل الشعر بالشامبو او الصابون يحافظ على ما يلي اولا سيقش الشعر بفضل الله سبحانه وتعالى من بقايا الصابون وهذه مهمة جدا اثنين انه سيعيد الشعر الى ماهيته الاصلية من حيث اللون واللمعة ثلاثة طبعا هذا بعد الاستعمام ثلاثة انه سيوقف تساقط الشعر بعد عشرة او خمسة عشر يوم من استعماله اربعة او خمسة انه بفضل الله لو وضع هذا الكريم طبق خفيفة جدا على الشعر سيحمي الشعر من اشعة الشمس الضارة ومن الاتربة ومن الاغبرة وتبقى الشعر طول النهار كأنها مغسولة بالتو وطبعا له بعض المميزات وهذه ميزة حقيقة انا لا اقول انها لم توجد فيه اكريم اخر ولكن هذه ميزة من الميزات الجميلة التي انتجها بعض اهل العلم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لان فيها ولا من يأخذها ان شاء الله يستعملها حالة طاقب بقى شوية عند الجزئية دي عشان بعض الناس دلوقتي اللي انتبعانا نستفيد من هذه الحرقة دكتور لقمان بيقول ان الصبغات الصناعية للشعر وناس كتير بتستخدمها حتى قال ان بعض الناس السيدات بتبقى بتستغير لون الشعر فتستخدم صبغات فمما يضروا هي ما عندها الشيب وبعض الناس عندها الشيب تستخدم وقال انه فيه كريم دلوقتي الحمد لله رب العالمين ده موجود علشان بيعمل حاجات كتيرة وانا كتبتها لمعان الشعر يحافظ على لمعان يحافظ على النعومة يحافظ على عدم السقوط يق الشعر من بقايا الصبون يعادة اللون واللمعة يوقف سقوط الشعر بخبصر يوم طبق خفيف منه من الدهان حماية من اشاعد الشمس وهكذا ده ما قاله الدكتور لقمان وقلت بكتبه وراه هذا الكريم لمن يستخدم السبغة يستخدمه قبل السبغة مباشرة يحط الكريم ويحط السبغة فوق الكريم هل الكريم في هذه الحالة ألم يكون عاجز أو عازل بالنسبة لعملية السبغة تتم بشكل طبيعي هي الميزة هنا في الكريم سؤال كويس الكريم بقى ده بيعمل إيه لما أنت تحطه وتحط السبغة الشعر بدل ما تفضل 15-20 دقيقة تستنى هيدي لك اللون الطبيعي والقوي خلال 7 دقاق على طول بيعجل من تلوين الشعر تمين اثنين بيطيل عمر الصبغة يعني لو أنت الشعر عندك يبقى 5-6 أيام أسبوع عشرة أيام ده يخلي فترة أطول مواعفة تمام وميزة طبعا لربه ما تكون غريبة أنك أنت تضع صبغة أو كريم أو دهان قبل الصبغة لأن الصبغة كده مش هتثبت نعم ولكن عكس العكس المطلوب فيه خاصية كبيرة وشديرة جدا طبعا على فكرة كله مصنع من زيود طبيعية مئة في المئة مئة في المئة فيش حاجة صناعية خالص لربه ما تدخل الصناعيات بعض الأحيان لحاجتها لحاجتها كمادة حافظة كمادة حافظة أو كمادة أو مادة قليلة حاجات بسيطة حاجات بسيطة ما بتأثرش على تمام تمام هذا عز حديثه الصراحة مع الدكتور لقمان جزاكم الله خير طيب يعني أنا في صراحة بعتبر أني هذه هدية يقدمها الدكتور لقمان الحكيم في هذه الحلقة من خلال هذه القناة المباركة لأنه السواد الأعظم من الناس بيستخدم الصبغات الصناعية وفعلاً أي حد بيستخدم صبغة صبغة بعدها بيستخدمها بيلاقي الشعر كده بقت خشنة وهشة وكمان مع الوقت بتخف الشعر بيخف وبعدين بيبقى دخل في مشكلة تانية يعني بقى دخلت في مشكلة تانية أو دخلت في مشكلة تانية فكون الدكتور لقمان النهاردة بيقدم كريم قبل صبغة الشعر أيّاً بقى كانت الصبغة الصناعية أيّاً كانت يعني مثلاً في منتجات بتروها في الأجزاخنات في صورة حنة في صورة كذا أي صبغة كل أنواع الصبغات الصناعية الكريم هذا يعمل على حماية الشعر من السقوط يعمل على حماية الشعر من تغيير اللون تلف يعمل على حماية الشعر من التلف يؤدي إلى لمعان دائم يخبر الشعر طرية ودي أهم حاجة إن البعض الناس بعد البتاع فبيتطر بيستخدم كريماته كل دي حاجات بتضر الشعر وطبعاً إحنا بنقول دايماً الوجه هو البطاقة الشخصية الإنسان والشعر هو أحد عناصر الوجه وكل الناس نهتم بشعره وده حقهم من حق كل إنسان يهتم بجماله عشان كده فعلاً أنا باعتبر إن هذه هيدية طبعاً للتواصل مع الدكتور لقمان الحكيم وللحصول على مستهزيل أشياء وأكثر من هذا هناك أرقام على الشاشة هذه الأرقام فقط هذه الأرقام فقط ما دون هذه الأرقام التي تعرض بإخاذ الدكتور لقمان بلاش منها خلناها في الأرقام اللي هي الخاصة بالدكتور لقمان كما قال وكما وصى وده دورنا في هذه المسألة إذن دكتور هل الكريم هذا الجميل له اسم ولا برضو مش مالوش اسم ولا أنت لا تميل الأسماء لا هو لي اسم نعم بس مش هنقوله دلوقتي هو إحنا مش هنقوله دلوقتي طيب ولا هنعرضه تمام إن شاء الله في الحلقات القادمة لكن بعض الناس اللي هي ممكن تحتاجوا لو اتصلت يعني لا إحنا دلوقتي مش هنوفره إلا بعد تقريبا أسبوع أو عشرة أيام يعني في طور التنقييز نحن نقول دلوقتي محدش يتصل على الكريم ولي عايز يتصل يتصل يحجز فقط نعم بش هياخد برضو علشان برضو وصلنا رسالة كاملة الكريم ده قبل السبغة له نسب معينة في الشعر وهل بيدلك بيدلك فرقة الشعر ولا بس مجرد مسحة لا ندلك ونوصل الكريم إلى البصيلة إلى البصيلة ومش هيفرق لو حطينا طبقة سميكة أو طبقة خفيفة لو كانت الصبغة أنت عايز تستخدم صبغة وتخليها تطول شوية عشان تديلك لون خلي طبقة تقيلة لو أنت من الذين يخلوا الصبغة خمس دقائق أو أربع دقائق خلي طبقة خفيفة مش هيدون ولكن الطبقة الثقيلة والسميكة هو لمن يمد أو يطيل من عمر مكوث الصبغة على الشعر طيب يعني النهاردة في الحقيقة جميل أوي النهاردة أننا نتكلمنا عن هذا الكريم اللي هو كريم طبيعي قبل صبغ الشعر الناس اللي بيزبغوا شعرهم مع الوقت الشعر ده بيتساقط وبيخشنه وبيبقى صعب جدا فبدل ما هو يحل مشكلة أوجد مشكلة أكبر أوجدت مشكلة أكبر لذلك ننصح بهذه المسألة والدكتور لقمان ينصح بهذه المسألة وهو استخدام كريم لحماية الشعر قبل الصبغة مباشرة 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 يعني طب هذا الكريم هل يتم استخدامه بقى بعد كده يعني أنا خلاص سبغت شعري وعملت كده هل يبقى كل شوية أستخدمه يوميا ولا هي قبل الصبغة فقط لا أنا قلت فيما من قليل يعني قلت لو أنت عايز تطلع عايز تطلع وفي شمس وفي أتربة وفي أغدرة ممكن حاجة مصير تكده أملس الشعر نحميه من أشعة الشمس ومن الأترب لكن لو استخدمت بعد الصبغة في طبقة خفيفة كده ما يكلش الصبغة ما يطلعش الصبغة أبدا ده هو هيزيد الصبغة لون طب كوي وهيدي له عمر ثبات أطول حاجة جميل حاجة جميل وبعدين من الناس الوقت يستخدم كما قلت باشا تمام ككريم حمام نعم مش هنبني نستخدم كريمات حمام بعد الاختصال بعد الاختصال ممكن يستخدم كريم حمام يعني هو مش هيهدر معك تمام كريم حمام بعد الصبغة بعد الاختصال وبعد دقيقتين يغسل بقي معي ديئتين دكتور لقمان الحكيم أستاذ أشرف العمد بقول كده هل حابف الديئتين دول تكلم عن زيوت الشفاء تاني ولا تكلم عن حاجة تانية في الديئتين دول طرحنا في الحلقة الماضية نعم والناس سألت طبعا بحقيقة الأمر عن أقم النساء لم يطرح بالأسواق بعد هنبشرهم نقول لهم والله جاهز وبالعلب بتاعته نعم وإن شاء الله ولكن حاجة في نفسي عقوب نعم منزلناش للأسواق لأن احنا في مشكلة حقيقية مع بعض الناس اللي ضربوا المنتجات ولكن بإذن الله تعالى بعدما نرتب الوكلاء بأرقام جديدة إن شاء الله سبحانه وتعالى ستطرح في الأسواق إن شاء الله في الأسبوع القابل نساء الله سبحانه وتعالى أو أنا ما عنديش شيء أقوله إلا من خلال إذا كان هناك سؤال حضرتك أتريد أن تطرحه حتى نفيد به المشاهد نعم فعقم النساء من المنتجات التي أنا أعتز بها أيضا مثل هذا الكريم لها صرخة كبيرة جدا في عقم النساء وقضت بفضل الله سبحانه وتعالى أو تقضي كما قلت سابقا إنها تستطيع بفضل الله إزالة بعض لخبطة الهرمونات إن كان الـ الـ كل هذه ولكن هناك يكون هناك تنظير حتى التكلمسات البسيطة مع حضرتك يكون هناك تنظير في مثلا اللي عندها مخزون بويضات قليل اللي عندها حجز رحمي اللي عندها بيطانة مهاجرة اللي عندها مشاكل في المبيض اللي عندها مشاكل في الأنبوب كل ده كلام طبعا إن شاء الله لازم نرجع له إن شاء الله ولكن انتهى الحديث في هذا الوقت في نهاية اللقاء أشكر باسمكم الدكتور لقمان الحكيم دكتور الكمياء العضوية قسم الأدوية الطبيعية وخبير العشاب والتركيبات الطبيعية شكرا لك دكتور شكرا مرحبا بارك الله فيك وشكرا موصول لكم على طيب المتابعة مشاهدي الكرام كان معنا في الصوت علي حسين والتصوير أمير سمير نلمين محمد ياسمين صلاح وكل الشكر والتقدير لمخرجنا المميز والجميل الأستاذ أشرف العمرة الأستاذ أشرف العمدة عتزر وبشكركم مشاهدي الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا